شايفة إزاي فندم مدى أهمية موضوع التدريب تحديدا للعمال ممكن إحنا عندنا البعض يلتحق بوظائف كثيرة من مستوى التعليمي أو التخرج بتاعه وغيره لكن تنقصنا دايما الكفاءة والخبرات اللي هي بتبقى عن طريق الاحتكاك بقى بسوق العمل مدى أهمية تدريب العامل أولا ثانيا ده المفروض يكون ملقى على عاطق مين أنه يقوم بتدريب العامل هو في بعض الشركات بتدرب العامل عندها مراكز تدريب وبتدرب العامل قبل ما يدخلوا على خطوط الانتاج تديهم تدريب كافي فترة بتعتبرها أن هي فترة تأهيل قبل ما يستلم العمل وفترة اختبار بتعلمه وبتشوف هو استجاب للتدريب ده وتمكن من المهنة بتاعته كويس هيلحقه بالعمل فترة الاختبار دي بتحدد بقى اللي مش هيستفيد من التدريب ومش هيقدر يتواكب معها مش هيتم تعيين الشخص اللي هو هيتدرب كويس وهيبتدي يدخل في مجال العمل كويس هيتم تعيين فيه كمان عندنا في وزارة القوى العاملة فيه مراكز للتدريب المهني تابعها في محافظات كتير جدا وعندنا مراكز تدريب سابتة ومراكز تدريب متنقلة بتدرب على بعض المهن والحرف اللي هي مطلوبة لسوق العمل الحرف دي بتجيلنا عن طريق المكاتب برده أو عن طريق أصحاب العمل اللي بيطلبوا عمال في مجالات معينة فالوزارة بتعتدوا الدورات دي آه بتجهز الدورات وبتعمل لهم التدريب وبتدوا يلتحق بالعمل فالتدريب ده ملقى على عاطق صاحب العمل وعلى الدولة ترجمة نانسي قنقر